بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلقة الأخيرة وصلنا لآخر الرحلة وكل رحلة في الآخر لها بداية ولها نهاية ويمكن بداية الرحلة كنا بنصور من نفس المكان وكنا قصدين أن نهاية الرحلة نصورها من نفس المكان والدنيا كده والحياة كده رحلة للسعادة يا رب نكون أسعدناكم أصلا بالبرنامج كان عندي نوايا كتيرة في البرنامج دو كان عندي نية كنت كل حلقة وأنا داخل أصورها كنت بنوي النية دي إن أنا أسعدكم وربنا شاهد إن ديا إن أنا عارف إن في قلوب مجروحة كتير وفي ناس مهمومة كتير وفي شباب وفي بنات محتاجين حد يكلمهم وحد يشجعهم حد يرفع روحهم المعنوية حد يديهم أمل أنا كنت دايما بفكر فيهم وكنت دايما ببقى شايفهم قبل كل حلقة وكنت بتخيلهم وكان دا بيديني طاقة لأن أحيانا كنا بنصور في خارجي فبنصور في شمس وحر وتعب لكن شعور إن نية إسعدهم كان قبل ما الأستاذ علي الغول مخرج البرنامج يقول يعني ابدأ بحاول أركز قوي وتخيل الشباب والبنات دول أنا حاسس بيهم وكان جزء من هذا الإحساس إن أنا أشجعهم أقول لهم كلمة طمنهم أدخل لابتسامة على وجههم أقول لهم فكرة يعيشوا بيها يسعدوا بيها دي كانت نية كان نية كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل الصرور على أهل بيت ليس له جزاء إلى الجنة كانت نية أحب العبادات إلى الله ادخال الصرور على الناس يعني كنا بنعبد ربنا بالنواية دي وكنت بدخل بالنواية دي والحقيقة كان في نية تانية إن كل حلقة أقول يا رب حد يعيش بيها ويبعت لنا بعد كده على عمري خالد دوت نيت ولا على صفحتنا على الفيسبوك أو ما يبعتش خالص نعرف إن إنسان إن إنسان اتنقل لحياة أجمل وأهنأ وأسعد برحلة للسعادة أنا الحقيقة في حلقة الختام عندي نقطة عايز أغطيها فالنقطة الأولى كانت النية ويا رب يتقبل مننا النية دي وأي واحد إحنا ساعدنا في البرنامج ده يدعينا كلنا الفريق كله اللي اشتغل البرنامج ده ويدعيلي إن ربنا يفتح علينا ويكرمنا النقطة التانية الحقيقة ما اللي يشكر الناس لا يشكر الله ففي ناس لازم تتشكر وأنا بقى محضر ولكن ناس كتيرة الحقيقة الفريق اللي عمل البرنامج ده عايز أشكر عايز أشكر بسام يسين المنتج المنفذ لهذا البرنامج عايز أشكر إبو نايت اللي أنتاجت هذا البرنامج شكري جزيل عايز أشكر الأستاذ علي الغول مخرج البرنامج بطريقته السلسة ويمكن أنتوا شفتوا البرنامج وعيشتوا معنا عايز أشكر واحد غالي علي قوي كان بيشتغل بهمة وروح غير عادية مدير التصوير الأستاذ غازي وكيم والبزل مجهود بروح وبقلب عايز أشكر أخويا وأنا بقول أخويا لأننا بنشتغل مع بعض من أيام صناع الحياة مدير الانتاج حمزة نعيم عايز أشكر شيرين فارس لمساعدة المخرج الدينامو اللي كان موجود معنا في البرنامج عايز أشكر محمد كرزي واللي بيتحرك لتسهيل كل حركة وإجراءات البرنامج يمكن أنتوا حسيتوا بالإحنا أول مرة نصور خارجي ونعمل برنامج رمضان خارجي كنا بنعمل أجزاء من برامج رمضان اللي فاتت لها علاقة ببعض الأماكن زي قصة سيدنا موسى أو زي على خطى الحبيب لكن أول مرة نعمل برنامج من الألف للياء برنامج إيماني روحي خارجي وعايز أشكر فريق التصوير إليه وجوزيف وربيع تعبوا كتير وتحركوا بالكاميرات بشكل كان فيه أحيانا مجسفة لأن احنا كنا بنصور في أماكن أحيانا خطيرة فأنا بشكرهم جدا 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 عايز أشكر أمير حجازي والشغل الكبير اللي اتبزل على عمري خالد دوت نت هي وكل الفريق اللي اشتغلوا على عمري خالد دوت نت عايز أشكر شاب موهوب أحمد قدري ويمكن لو دخلتوا على عمري خالد دوت نت وشفتوا كمية الصور الفنية العالية واللي موجودة على الفيسبوك أصلا على صفحتي على الفيسبوك وعلى عمري خالد دوت نت بشكره شكري جزيل عايز أشكر الفريق اللي اشتغل معايا وكان بيتحرك معايا بشكل يومي يوصف بصات ويحيا وهلا اللي بزلت مجهود غير عادي وكندة اللي عملت مجهود كبير عايز أشكر يحيا وعايز أشكر ميرا وصارة عايز أشكر زياد عايز أشكر عبدالعزيز نعمان الحقيقة وعايز أشكر أهلي صحاب الفضل واللي سندوني مراطي وولادي وأبويا وأمي معلش أنا طولت بس كان لازم أشكر الناس ديان كلها والحقيقة في ناس تانية أنا ما قلتش أسميهم صحاب فضل وسعدوني وبزل ومجهود معايا كبير فيسمحوني لكنهم غاليين وصحاب فضل كلهم دي كانت النقطة التانية النقطة التالتة اللي أنا عايز أقولها في البرنامج ملخص البرنامج عايز أقول بسرعة البرنامج كان عايز يقول في الآخر يا جماعة السعادة مش كلمة واحدة والسعادة لو دورتلها على مسمى مش هتلاقي لها مسمى السعادة سبع مجموعات السعادة عبارة عن منظومة خلطة توليفة عدة أبواب لازم تطرقها كلها ما ينفعش تسيب بحتة وتاخد حتة هي أجزاء متكاملة سبع أجزاء سبع أجزاء دي أنا عرضتهم طوال البرنامج والسبع أجزاء دول موجودين على الموقع على عمري خالد.نت ونزلوا في كتاب وموجودين في كتاب صغير ومفتوحين على النت بيهم تستطيع لو كملتهم إنك تعيش سعيد خليني رجعهم معاكوا تاني إحنا أول مجموعة كان بتقول ارسم خطك للجنة كان بتقول ابدأ بداية صحيحة اتكلمت عن الإخلاص وإن أنت تبدأ حياتك مخلص لله وتعيش مخلص لله وتنجح بإخلاصك وتحط كل نجاحاتك وأهدافك للإخلاص لله وكان في حلقة تانية بتقول النفس المطمئنة إنك اسعى إنك تكون صاحب نفسه مطمئنة مش مترددة ولا أمارة بالسوق وقلنا خطوات إزاي تحصل عليها وكله على النت اللي عايز يرجع لأي حلقة يستطيع إنها يرجع على عمري خالد.نت حيلاقيها موجودة بالكامل وموجودة في كتاب بالكامل الحلقة الثالثة كانت كنت موحا احلم لبكرة وبكده لو تاخدوا بالكو كنا متوازنين بين احتياجات الإيمان وبين احتياجات النجاح في الحياة احنا كنا حرصين في البرنامج ده وانا يا جماعة ان احنا نقول الإيمان مش مخدر وبرنامج رحل للسعادة مش بيقولك انسى مشاكلك المادية وعيش مع الأحلام لا ازاي تخطط لنجاحك ازاي تبدأ بداية صحيحة ازاي تكون صاحب نفس قوية فكان في مجموعة اسمها ابدأ بداية صحيحة كان فيها جزء ديني وكان فيها جزء في إصلاح الحياة حط حلم وهدف للمستقبل ورمزنا لها باللون البرتقاني لون إشراق الشمس المجموعة التانية انا برجع معاكم بسرعة المجموعة التانية كان مجموعة اسمها اسعد الناس تسعد اعطاء كن مثمرا ادي الناس حواليك اسعد الناس من حواليك كان فيها حلقة اسمها ابذل الحب اعطي الحب وكان فيها حلقة تانية اسمها ارحم الضعفاء والمساكين وكان فيها حلقة تالتة اسمها كن إنسانا ورمزنا لها باللون الأخضر لون الزرع والنماء والعطاء المجموعة التالتة باب تالت وسكة تانية وكانت اسمها نفس نقية من موانع السعادة فاكرين علامة ممنوع الدخول وكان فيها بقى لا للقلق ولا للغضب ولا للحقد والحسد ولا للكراهية ورمزنا لها باللون الأحمر لون الخطر احنا كنا بنحاول نكتهد نقدم لكم فكرة جديدة وطريقة جديدة حتى لو معرفتش تبقى سعيد مع البرنامج على الاقل تبقى عارف إيه اللي ما بيسعدش وإيه اللي بيسعد كنا بنحاول في كل حلقة نخط إيدك على حاجة نقولك لو عملت دي تعيس سعيد ولو عملت دي تبقى تعيس طب جرب معانا فاكرين كان دايما الشعار اللي ماشيين بيه ممكن تجرب جرب رحلتنا اطلع معانا الرحلة جرب الرحلة كلها ما توقفش في وسط السكة فكرة جرب معانا لأن الشباب بيحبوا يجربوا كان في مجموعة ربعة رمزنا لها باللون الأزرق لون السماء الصفية كان اسمها قلبي كبير يرضى ويعفو ويكون فيه سماحة ويسر كان فيه مجموعة خمسة رمصنا لها باللون الأصفر لون الدهب سميناها إرادة قوية هتبقى زي الدهب نفسك من جوه لو نفست المجموعة دي وحطينا فيها الإرادة وحطينا فيها الصبر وحطينا فيها كون مستقيما نفاكرين الحلقة اللي كانت على الجرف تحتنا كان الهوة السحيقة والصراط في الدنيا والآخرة أنا بفكرك بس وعمل أقولك مجموعات مجموعات المجموعة السادسة كان مجموعة اسمها علاقات دافئة علاقات أسرية وصحبة صلحة ووفاء لأصحاب الفضل المجموعة الأخيرة كانت مجموعة اسمها صلة عامرة بالله صلة عامرة بالسماء وقلنا فيها الذكر والتفكر في خلق الله والدعاء والصلاة وختمنا بالسلام النفسي مبارح والنهاردة الختم سبع مجموعات يا طرى السبع مجموعات دول استفدت منهم فيه استقصاء موجود على عمري خالد دطنيت اتبعوا وخدوا وكمل فيه وشوف انت مكمل قد ايه بس عشان اكون واقعي معكم وصادق معكم قليل قوي 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 اللى حيعرف يكمل كان الحلقات دى في رمضان مستحيل يا جماعة تكمل الحلقات في رمضان ازاي يعني ازاي في 30 يوم يعني قليل جدا اللى قدر يكمل الحلقات في رمضان هنيئا له اللى عرف يعمل كده لان حلقات رمضان كانت تمثل الجانب المعرفي يعني انا بعرفك بحط ايدك بقولك دي بتسعد ودي بتسعد ودي بتسعد لكن هالمعنى كدة انك بقيه تسعيد؟ لا مالقيه المطلوب انك تجربها انك تنفذها كإني بعرض عليك ده شغلك السنة الجاية كله اللي حصل في رمضان تعريفك بإيه اللي يسعد وإيه اللي ما يسعدش بمنظومة السعادة بالفكرة بتاعة السعادة على بعضها الألوان على بعضها المزيج ده إزاي توصل لحالة السعادة إزاي تعرف يعني إيه سعادة إزاي تفهم السعادة إزاي تجيبها إزاي تحلل أنت سعيد ولا لأ لما تشوف المجموعات السبعة لكن هل أنت عرفت أنك بقيت سعيد؟ لا مال ده إيه؟ ده شغل تاني يعني رمضان السنة دي عرفك ويمكن في بعض الحلقات أنت قلت آه تذوقتها دي حلوة قوي أيوة فعلا الرضا سعادة أيوة فعلا أنا لما علاقتي بمراتي ولادي تحسنت بقيت سعيد أيوة فعلا أنا لما بطلت الغضب بقيت سعيد بعض الحلقات لكن أنا متأكد أنه مستحيل تكون كملت ولذلك أنا بقترح عليك لو عايش تعيش سعيد وتستفيد فعلا من البرنامج ده الاستفادة ما كانتش في رمضان طبعا أنا ما قلت لكش الكلام ده في أول حلقة وقال لو كنتش هتصورج علي فبقولك الحكاية دي في الآخر الاستفادة تبدأ النهاردة يعني إيه تبدأ النهاردة؟ ممكن تنفذ ممكن تبدأ التنفيذ إيه رأيك؟ إنك تبدأ تاخد كل أسبوع أو كل أسبوعين حلقة ممكن تحط خطة؟ يعني خلينا عمليين وخلينا يكون صادق معكم أنا مش بقول لكم خلاص كده بقينا سعداء فيش كده إنما اللي أنا بقوله لكم ممكن تحط خطة تنفيذية إزاي تنفذ حلقات البرنامج على فترات وإحنا هنعمل معاك حاجة جميلة قوي على عمري خالد دوت نت إن إحنا هنحط خطة لكل حلقة أنا مش اتفقت معاكم إن علماء النفس بيقولوا إن كل صفة عايز تعدلها محتاجة 21 يوم طب إيه رأيكم لو قلنا كل إسبوعين ناخد حلقة من حلقات السعادة ويبقى ده برنامجنا في عمري خالد دوت نت لمدة سنة نحول الكلام اللي إحنا قلناه لبرنامج تنفيذي وانتبع عليه ونعمل رحلة للسعادة مش كمعلومات كتنفيذ لمدة سنة ونشوف هنعيز سعداء إزاي إيه رأيكم في الفكرة دي؟ مش فكرة حلوة؟ وبالتالي فإحنا من يوم العيد على عمري خالد دوت نت لأ من بكرة هتبدأ الخطة ونزلة مكتوبة بقى ومتحددة إزاي نبدأ نحولها البرنامج تنفيذي علشان نحول الكلام اللي قلناه لخطة وحتلاقوا بقى الحلقات كلها في شكل استقصاء وعليها لون لون وإزاي نمشي مع لون لون وإزاي نتابع لون لون كأن مسكين البرنامج بس بقى خلاص عرفناه كله كمعرفة يلا بقى ننفذ البرنامج ونخط خطة وحيعينك على كده إن البرنامج حيبقى موجود ككتاب وككتاب صغير وحينزل ديفيديز والأهم من كل دون على موقع عمري خالد دوت نت وعلى صفحتنا في الفيسبوك عمري خالد بيجي على الفيسبوك حتلاقوا الكلام ده كله بالكامل وبالتفصيل الحقيقة عايزة أقول قبل ما نطلع الفاصل اوعى تقلق اوعى تقلق لو لقيت البرنامج خلص وإنت بتقول أنا مقدرتش نفذ حاجة من البرنامج ده كده إنت الطبيعي يعني ده المنطقي اللي قدروا ينفذوا أكيد كان عندهم حاجات أصلا موجودة وكملوا عليها وهم قل ومبروك ليهم حاجة جميلة لكن الغالبية هي اللي حتبدأ معانا من بعد رمضان تكمل أنا فاضل عندي أربع نقط مهمة وكده رقيقة من القلب للقلب عايزة أقولها بعض الفاصل تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض حلقة الختام ختام رحلة السعادة شوفكوا بعض الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ختام رحلة للسعادة هتوحشونا طبعا جدا 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 وربنا يبرك فيكم ويفتح عليكم عندي نقطة تانية عايزة أقولها في ختام البرنامج عايزة أقول إن فكرة السعادة هي عبارة عن في أربع حاجات في أربع أنواع لازم يكونوا موجودين سعادة الروح والقلب وسعادة النفس بقوتها وعزمتها والنوع التالت سعادة العقل إن هو ينظر للأشياء إزاي زي حلقة اختلف برحمة إنك تنظر للاختلاف على إنه ميزة مش عيف في عقلك لما نظر للأشياء كده استريح فبقت فما عادتش نقطة ضيق وهم بقت نقطة جميلة إنك تبص يعني السعادة فيها كذا جزء أربع أنواع فيها جزء قلبي روحاني وفيها جزء نفسي وفيها جزء عقلي وفيها جزء مادة عايز عندي بطالة وعايز أتجوز وعايز شقة وعايز فلوس فيها جزء مادة طب إحنا غطينا إيه في البرنامج ده في السبع مجموعات اللي كنا بنتكلم فيها غطينا أول جوانب أول تلات جوانب غطينا الجانب الروحاني طبعا غطيناه في أول حلقة اخلص حياتك لله وغطيناه في المجموعة السبعة كلها صلة عامرة بالسماء صلة عامرة بالله الذكر والتفكر والدعاء والصلاة غطينا الجانب الروحاني غطينا الجانب النفسي غطيناه كتير قوة الإرادة الصبر غطيناه وإحنا بنتكلم عن العفو غطيناه وإحنا بنتكلم عن نفسية سهلة كون سهلا غطينا الجانب النفسي إزاي تسعد نفسيا وبعدين جزء عقلي غطناه وإحنا بنتكلم على موانع السعادة إياكا والقلق ده قرار عقلي إياكا والغضب ده قرار عقلي اختلف برحمة انظر للخلاف على إنه ميزة ده قرار عقلي لا للغضب يعني عايز أقول إن الحلقات غطت تلت جوانب لكن ما غطتش الجنب الرابع إيه الجنب الرابع؟ المشاكل المادية وأنا كنت صريح معكم من حلقة المقدمة قلت لكم يا جماعة أنا في حاجات نقدر نلطيها هدور لك فاكر قلت إيه كنت ماسك كتا حتى المشعل وقلت لكم بنور مشاعل وأضواء وأنوار تخليك سعيد وامتقاي الأنوار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجانب الروحي والقلبي والعقلي والنفسي قلت كده بالنص لكن قلت لكم وخلينا يكون صريح معاكم هناك مشاكل مادية أنا مش حقدر أحلها المحاصرين في غزة أكيد مش سعداء اللي عايشين في العشوائيات أكيد مش سعداء الشاب اللي عنده بطاله ووقف في الطبور بعد ما اتخرج مش عارف يشتغل أكيد مش سعيد البنت اللي اتأخر جوازها أكيد مش سعيدة في حاجات مادية لا يمكن برنامج رمضاني ولا يمكن إنسان لوحده يستطيع أنه هو يحلها ولا في 30 يوم إنما اللي أنا أقدر أقوله لكم إيه؟ اللي أقدر أقوله لكم إن التلاتة اللي إحنا عملناهم يديكوا قوة تكملوا بيها الرابعة ودي أحد نوايانا في هذا البرنامج أنا مش عارف أديك الرابعة وإنتوا عمالين تفتحوا الفضائيات والتلفزيونات تسمعوا مشاكل 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 وإخناقات على التلفزيونات وإزاي إحنا عايشين في حياة والمشاكل وبتسمعها ودي حقائق أنا ما بقولكش تعالوا نعيش في حياة وردية مثال بالعكس ده أنا بقولك استفيد من اللي إحنا عملنا في رمضان وانطلق بقوة وعزيمة لمواجهة مشاكلك المادية إيهوا وتفتكروا يا جماعة أن البرنامج ده كان كلام مخدر أنا مرضاش أكون كده بالعكس هذا البرنامج دافع للنهضة اللي هو الحلم اللي اللي واحد عايش عشانه الأمة دي حرام إنها تفضل كده لازم تنهض مش مكانها المكان اللي هي فيه لازم ترتفع وتنهض جزء من هذه النهضة بصناله من زاوية رحلة للسعادة الشباب بقى محبط وتعبان ومش عارف ينطلق تيجي نديله حاجة تعلي همته تعلي طقته هو مش كلام كده لا قيمة له رحلة للسعادة طلعين رحلة نتفسح لا أنا كنت جاية مدك بقوة بطاقة بعزيمة بروح بأمل بنفس قوية بنفس مستعدة تكافح بعد ما استمدت قوة وسعادة وطمأنينة يلا بقى انزل للحياة اوعى ينتهي رمضان وتقول ايه والله رحلة السعادة كان جميل قوي نرجع زي ما كنا بقى محبطين ده أنا عملت البرنامج ده عشان تاخد قوة وعزيمة وطاقة وأمل ونفس مشرقة وابتسام بالله عليك ما تفهمش البرنامج غلط ولا تفرغوا من محتوى بأنك تقول آه كان كلام حلو خلاص ده مش النية ومش ده اللي أنا قلته وما تأولش كلامي غلط وما تغيروش حرام عليك لو عملت كده إنما خد كل القوة بتاعت البرنامج وادخل على النت تاني واشتغل بقى معانا لرمضان التاء الجاي على عمري خالد دوت نت كل أسبوعين ناخد واحدة من الحلقات وننمي ونكبر ونتحسب عليها ونعمل جدوة المحاسبة ويحكونا الشباب بقى علشان إيه؟ علشان نعمل نهضة علشان إيه؟ علشان إنت تنجح في حياتك العملية قوة وعزيمة بقى وانطلق دي نقطة مهمة قوي 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 لازم كنت أقولها لك عندي نقطة تانية مهمة قوي عايز أقولها لك رمضان خلص انت خدت قوة وطاقة سواء من البرنامج ده أو طبعا من عبادتك ومن صيامك خلي بالك الشيطان كان مسلسل الشيطان حيتفك أسره أول يوم العيد مش كده هيطلع عايز يفترسك لأن كل اللي عملوا معاك السنين اللي فاتت انت مسحته بأستيكة بصيامك وبعبادتك في رمضان يا ترى الشيطان هيشاور لك هتسقط يا ترى كل اللي قلنا في البرنامج ده والإرادة والصبر والعزيمة والنفس المطمئنة وإخلص حياتك لله هيعمل لك كده الشيطان تقع أول يوم العيد أو ولا هتمسك نفسك ولا البرنامج فادك ولا رمضان السنة دي فادك خلي بالك فيه آه صعب قوي بتقول إيه وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُهُ ظن إِبْلِيْسُ فيهم طلع في محله أول مشاور لهم واو جوي وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إلا فريقا من المؤمنين أنت حيصدق فيك ظن إبليس السنة دي أوع حرام مش معقولة وَلَا تَكُونُكَ اللَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا واحدة قاعدت تغزل بلوفر تغزل 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 لغاية ما اكتمل عند آخر خيط أما تشداه وَلَا تَكُونُكَ اللَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاتة ها كأني عايز أقول لك إيه عايز أقول لك رمضان ادى لك قوة ما تضيعهاش خلي ظن إبليس ما يصدقش فيك السنة دي يعني عايزني إيه إذبت شوية إجمد بلاش المعاصي الكبيرة هتغلط بلاش تسيب الحاجات الكبيرة ما تسبش صلاة فجر وما تسبش الصلاة وما تسبش قراءة قرآن ولو جزء قصير يعني حافظ ولو على حاجات في حد أدنى بس من فضلك مش يسخى بكرة العيد تضيع في أول يوم العيد تبوص كل حاجة ولقد صدق عليهم إبليس وظنه وفاتبعوه خليك من بقية الآية إلا فريقا من المؤمنين امسك نفسك امسك نفسك في العيد بلاش الأخطاء الكبيرة بلاش الكبائر بلاش ترك صلاة مش بعد ما كنت بتقرأ كذا قرآن وبتعمل وبتعمل مش بقولك اعمل زي رمضان مش هتقدر طبعا ده رمضان لكن على الأقل الحد الأدنى بلاش السقوط من الهمة العالية بلاش تنزل فجأة دي ان خلي بالك عارف رمضان عامل زي ايه زي موسم الشتاء للكائنات الغابة اللي أنا بصور فيها دي أنا بصور في الأرز والمكان اللي أنا بصور فيه دوا في شمال لبنان وقت الشتاء كل الجبال اللي حوالي دي بتبقى تلج ينزل ييجي الشتاء يمد الكائنات والمزرعات والكائنات الدقيقة باحتياجاتها للسنة اللي جاية والكائنات شطرة وزكية كل كائن من الكائنات الصغيرة من أول النمل لكل شيء يحافظ على الخير اللي جاله للسنة اللي جاية علشان حيجي الصيف بقى ويجي رمضان يمد الأمة باحتياجاتها من الطاقة والقوة للسنة اللي جاية خليك شاطر خليك زكي حافظ على الخير للسنة اللي بعديها حافظ على الخير عشان فيه هموم السنة الجاية رحلة للسعادة علمتك ازاي تواجه السنة الجاية حافظ على الخير والطاقة اللي جات لك علشان عايز تنجح في مشروعك الخاص وتتوظف وتشتغل وتتجوزي وتعمل 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 وتنجح في حياتك العملية عشان عايز الأمة دي تنهض ما تضيعش رمضان دي خواطر أخيرة ودي معاني أخيرة فضل آخر معناين المعنى الأولاني هناك حفلة كبيرة هنعملها على عمري خالد ضطنت في العيد هنكرم فيها أكتر ناس عملوا تفاعلات على الموقع أثناء رمضان وحيكون هناك جوائز قيمة ومنها كروت التحضير اللي قعدنا نشتغل بيها اللي بخط اليد هنبعتها هدايا لأكتر ناس شاركت في البرنامج على النت بتفاعلات وبأفكار وحنعمل حفلة كبيرة أول يوم العيد بالليل ساعة عشرة بالليل وتاني يوم العيد كذلك وحنزيع فيها حتة ما تزعتش في البرنامج ونعمل حفلة كبيرة ونتفق بقى على خطة رحلة للسعادة إزاي نمسك حلقة حلقة ونحط لها خطة فعندنا شغل كتير على عمري خالد ضطنت الحلقات كلها موجودة الكتاب كله موجود على عمري خالد ضطنت تاخدوا اللي انتوا عايزينه دي كانت النقطة القابل الأخيرة آخر نقطة يا طرى سؤال يا طرى حيكون فيه برنامج في رمضان القدم يا طرى حنعمل برنامج في رمضان القدم ويا طرى حيكون برنامج رمضان القدم قصة نبي من الأنبياء أو مجموعة أنبياء عشان نكمل قصص القرآن ولا يا طرى حيكون رمضان القدم استكمال باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى ولا يا طرى حيكون ده آخر رمضان حنقدم فيه برامج سؤال نتركه للزمن هل سيقدر لنا الله أن احنا نلتقي مرة أخرى هل سيكتب لنا الله ذلك ربنا يقدر الخير ويفعل الخير ويكون دايما بنقدم رسالة خير وحب وإيمان أستودعكم والله الذي لا تضيعه ودائعه ربنا يفتح عليكم ويرضيكم ويبرك لكم يسعدكم ده كان هدفنا في البرنامج ينجحكم في حياتكم العملية يا رب يا شباب ويا بنات ابتسموا بقى كده وطاقة أمل وملى حياتك بإشراق أنك حتنجح إن شاء الله وأن البرنامج ده ما كانش بس كلام لا ده حينجحك في السنة اللي جاية تنجحه إن شاء الله ربنا يسعدكم ويبرك لكم يجمعنا على خير في الدنيا وفي الجنة اللي هي قمة السعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر